عندي على الباور كويري جدول بسيط زي ده العمود الاول في اسامي المنتجات العمود التاني فيه رصيد اول المدة والعمود التالت فيه الشحنات الجديدة والمطلوب اني اضيف عمود جديد احسب فيه رصيد نهاية المدة وانا شغال لقيت بتواجهني مشكلة ان عمود الانفنتوري مش كله ارقام عندي نل وعندي بعض التكست لما حاولت اضيف العمود الجديد ظهر عندي بعض الاخطاء تعال نشوف هنتصرف في المراض ازاي السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو APQ07 سلسلة باور كويري المتقدمة هنشوف النهاردة ازاي ممكن نتعامل مع بعض الاخطاء باستخدام حاجتين في الباور كويري try مع otherwise if than else if العادية ال if statement ممكن تكون احد وسائل التعامل مع الاخطاء زي ما شوفت في المقدمة عندي جدول في ال product اسامي ال product وعندي ال inventory زي ما انت شايف عندي sell blank وعندي sales ثانية مكتوب فيها text وعندي واحدة فيها dash بس ده مش zero ده dash فكل دول text وعندي واحدة blank وعندي بعد كده shipment وعايز اضيف عمود زي ما اتفقنا علشان احسب فيه ending balance انا قد خدت الجدول على ال power query وديته اسم سميته ending balance source و change type ما عملناش اي حاجة خد بالك ان هنا معرفش حولها الى ارقام لان عندي كمان text لكن ال product و shipment كله تمام مظبوط وعايز اكتاخد بالك ان السل اللي كانت blank تحولت الى null مش blank موجود مكانها null وتعالى نحاول نضيف مع بعض عمود عشان نجمع ونشوف اي اللي هيحصل بالزبط هروح على قد column custom column هسمي العمود ده ending balance وبعد كده هروح من العمود على طول اختار inventory واقول له plus واختار كمان shipment وقول له اوكي هتلاقي زي ما انت شايف عمود جديد اسمه ending balance وعندي اخر ثلاث سطور فيهم error اسهل طريقة عشان اتعامل مع ال error ده ان انا استخدم try مع otherwise double click علشان اعمل edit لل custom column وتعالى نفكر مع بعض انا عايز اعمل ايه بالزبط اللي انا عايزه انه يعمل test على المعادلة دي كلها على بعض يشوف اذا كان المعادلة دي نتيجتها error او مش error بالزبط زي if error اللي موجودة في ال excel عايزك بالزبط تفكر بنفس طريقة if error اللي موجودة في ال excel العادية بيعمل test على معادلة معينة لو طلعت له error بيحط value بديلة وتعالى نفكر في الكيس دي محتاجين ايه بالزبط محتاجة اجرب المعادلة دي انا عارف الاخطاء كلها موجودة في ال column اللي اسمه inventory فانا عايز يعمل test المعادلة دي على بعضها ولو طلعت له خطأ ياخد بس اللي موجود في ال column بتاع الايه في ال column بتاع الشيبنت يبقى هنعمل كده ازاي هاجي قبل المعادلة واعمل enter عشان اكتبها في سطر جديد اكتب في سطر جديد افضل وهكتب try try وكلها small وزي ما انت شايف كتبت بالازرق معنى كده ده keyword مفهوم كاني بالزبط اقول لو سمحت جرب تجمع inventory على ال shipment لو نجحت انك تعمل كده بتون اخطاء ما عنديش مشكلة لكن ازا فشلت لو سمحت عايزك تعمل حاجة مختلفة فحقول له otherwise ودي برضو keyword معروفة بيكتبها بالازرق كما انت شايف وممكن اعمل enter عشان برضو اخد خطوة جديدة طب لو انت مقدتش توصل النتيجة في القصة دي هنعمل ايه ممكن تاخد shipment بس الشيب منت انا عارف فيهاش اخطاء يبقى لو اخد الشيب منت لوحدها في الحالة دي هيدي نتيجة مزبوطة وتعالى ندوس اوكي ونشوف ايه اللي حصل طبعا انت لاسه شايف انا الشريط الاحمر ده معنا ان فيه error بس لو رجعت خطوة الورا ورجعت تاني قدام هيختفي وفعلا في اخر ثلاث سطور كان فيه اخطاء دلوقتي ما بقتش موجودة وفعلا قدر ياخد بس ال shipment لوحدها في اخر ثلاثة lines من غير ما يحاول يجمع عليهم ال inventory لانه لما عمل كده ظهر عنده خطأ يعني معنى كده الدنيا ماشية بشكل كويس لكن الامانة مش ده الخطأ الوحيد اللي عايزين اتعامل معانا لو خدت الصف رقم 6 هتلاقي ان انا عندي ال inventory كان 0 اللي هو اصلا كان في الجدول بتاعنا بلانك لما جي عندي في ال power query ظهر مكانه 0 ولما حاولنا نعمل عماية جمع كانت نتيجة النهائية برضه 0 طبعا هنا مكانش فيه error وبالتالي try وotherwise ما اشتغلتش معها ولكن فيه 0 ولما تحاول تجمع اي حاجة على 0 بتكون النتيجة النهائية 0 وهنا هييجي دور ال if statement اللي هي if then else عشان نتعامل مع المشكلة دي double click مرة كمان عشان اعمل edit لل custom column وهاخد برضه سطر جديد قبل try وهبدأ اكتب if وعايز اعمل اختبار على ال column بتاعه inventory واسأله هل انت نال ولا فهعمل double click واقول له if equal null هل انت تساوي null لو حركة تساوي null هقول له then يعني لو الشرد هتحقق عايزك تعمل حاجة معينة الحاجة دي انك تاخد achievement طيب لو انت مش نال نعمل ايه فهقول له else else يبقى لو الشرد false او الشرد لم يتحقق لو سمحت عايزك تنفذ الباقي اللي هو try inventory plus shipment لو طلعت error لو سمحت اديني برضه ال shipment بس تعني اعمل اوكي في الحالة دي زي ما انت شايف جمع النال زائد السبعة وسبعين اديني سبعة وسبعين بشكل مزبوط جدا كده انا جاهز close and load انا كنت عامل قبل كده load as connection only يبقى ممكن اغير load option right click و load to table existing worksheet وتعالى ناخد column h ونقول له اوكي و ادي الجدول النهائي بالعمود الزيادة اللي فيه عملية الجمع يبقى شوفنا طريقتين للتعامل مع واحدة لما يكون عندي null باستخدام ال if statement والتانية لما يكون عندي text بحاول اجمعه على ارقام باستخدم معها try and otherwise بكده نكون مصنع لهاية الفيديو اعتقد كان فيديو سريع لكن اتمنى يكون مفيد لو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وهتلاقي هنا لينكات لبعض الحاجات المهمة ممكن ترجع تتفرج عليها ان شاء الله اصنعوني الفيديو الجاي غالبا الاسبوع الجاي هيكون فيه challenge جديد وهنستخدم في try and otherwise فاجهز علشان التحدي بتاع الاسبوع الجاي شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته